قام محافظ محافظة أسونغا إسماعيل ياموتا جيربو بجولة ميدانية شملت مختلفة المناطق التابعة للإقليم بهدف تبعية السكان حول السلام والتعايش السلمي خاصة بين المزارعين والرعاة أشراق أبدالله رحمة سعيا لأجل فد النزاعات بين الرعاة والمزارعين وكذا الخلافات التي تحدث من حين لآخر بالمنطقة الواحدة فعليه جاءت هذه الزيارات الميدانية لمحافظ أسونغا وحيث بدأ جولته في مختلف المقاطعات الإدارية وذلك من أجل الوقوف عن كسب في مسألة الخلافات بين المزارعين والرعاة وبهذا الخصوص سرد رئيس مشقة كانتو محمد نور شرحا مفصلا عن بعاد المشاكل التي يعاني منها بعض السكان بالمنطقة مؤكدا بأن الإشكاليات جلها تنحصر في قطاع الصحة والثروة الحيوانية وبعد ذلك عارج محافظ أسونغا إلى ذيارة كل من الهيئة الوطنية للتنمية الريفية وكذا قطاع الثروة الحيوانية وأقسامها بهدف تقييم الوضع في تلك المؤسسات وخلال الزيارة استمع المحافظ إلى شروحات حول القضايا المتعلقة بالتعايش السلمي زيما بين المزارعين والرعاة والتي تتمثل في قلة الأماكن الرعاوية ومحطاتها طالبا منهم بضرورة تكوين لجنة لفض الخلافات ومعالجة الأزمات وكما قام المحافظ إسماعيل بيامو تياربو بذيارة إلى منطقة فرشانا وعقد لقاء عمل من أجل معرفة أوجه الخلافات التي يعاني منها السكان خاصة عدم الأمن وكذلك مسألة قطاع الطرق إلى جانب أمر المزارعين والرعاة بسطة الأمن بالمنطقة